بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبنا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراقا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤله حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهامن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإمس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكلفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياس المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقية اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما ولا ألم يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييد يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام وأسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين